سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتا تنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزعون أكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماك طي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزهور بعد الذكر أن الأرض يرثوا عبادي الصالحون إن فيها ذا بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فألنتم مسلمون فإن تولوا فقلا ذاتكم على سواء وإن أدري أقريب لن بعيد ما توعدون أعمال التي تكون بهذه الجمعية وكذلك جمعيات المجتمع المدني في المدينة التي تبحث في الوالي عنقب هذه الأعمال التي قمت بها جمعيات التجارات، جمعيات الكهربائيين، جمعيات الساجد، جمعيات الفنون التشكيلية إلى آخرين من الجمعيات التي كانت تقدمت وبينك المستوى الراقي للمجتمع المدني في المدينة إمزورل وأنتمنى لكم التوفق، إن شاء الله في العالم شكرا السيد سيد بواشم مدينة إمزورل السيد مندوفة صناعات الخليدية في الحسينة السيد مند grâce الإقليم للتجارة والصناعات في الحسينة السيد مدير مصلحات توزيbie التباهيين بالحسينة السيد ممثل وكر التنمية الاجتماعية في الحسينة السيد あり Advat marsh Battleq السيد عبد محمد الجهواني السيد ممثل المكرس الجو والاستثمار في الحسينة السيد رئيس جبير ترجاء والأعواء السيد عامي Benefert رئيس محوالية الشوكة في إمزورل السيد قائد المقاطعة الثانية بإمزرن السادة أعضاء المجلس البلدي لإمزرن السادة ممثل وسائل إعلامية والمجتمع المدني بإمزرن السادة ممثل القطع الخاص وخاصة الأطناق أيها الحوال الكريمة فنحن في مدينة إمزرن ومجلس البلدي لإمزرن أقول ودائما أكررها أن المجلس البلدي لإمزرن أبوابه مفتوحة وصفظه مفتوحة في وجه جميع الجمعيات المدنية التي تنظم أنشطة هادفة يستفيد منها الساكنة على العموم كيفما كانت توجهاتها وأخص بالذين الجمعيات المهنية التي تنظم القطاعات معينة من التجارة والحلافيين إلى غير ذلك من أنواع من الممارسات في الجلمة ولكن إن شاء الله سنعيدكم سنخرج هذا الكتاب إن شاء الله بعد هذا اللقاء وأيضا كما نتأسف لعدم حضور جميع المسؤولين ونتأسف بشدة لمنثر غفر تجارة لم يحضر واعتذروا في آخر لحظة وهم يعني المنثرين الرسميين في الحق خالي التجارة ولكن للأسف يعتذروا في آخر لحظة مع عدم تقديم أي دي أسباب المهم الآن دعونا نرجع من لا نستراحة شيء ولكن سنأجلوا إن شاء الله سنت دوقي أشهر اللقاء ونعطي الكلمة الأولى للسيد رئيس للجمعياتنا السيد ساعد بن علي أني سيتحدد باسم للجمعيات التجار واحدة في المزروف لتخدم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرح والسلام مرة أخرى للشكر والضرحة بالضيوف الكرام والهيئات الحاضرة معنا وما يصرنا باسم جمعية التجار وحربي إمزورا أن نتقدم أمام حضراتكم بهذه الورقة التي تعرض مجهود الجمعية لتطوير القطاع التجاري والحربي كما أن هذه الورقة تعرض بعض الحلول والرؤى المناسبة لتجاوز التحديات والعراق فنظرا للموقع الاستراتيجي لمدينة إمزورا وباعتبارها فعلا وعضور فإنها تستحق من النظر والبحث والدراسة لما لها من أهمية وحتى نتعصر إلى تنمية حقيقة للمنطقة فإن جمعية التجار وحربي إمزورا أبانت عن نيتها الصادقة في الإصلاح والإسهام في ازدهار المدينة وذلك من خلال عدة أنشطة كان آخر تنظيم لقائم تواصلين تحت شعار من أجل غد أفضل المحلية هي عملية مركبة وحركة ديناميكية تتوقع تحقيق المتطلبات الاجتماعية وإشباع الحاجيات الأساسية لسابنتهم والنهوض بالأوضاعهم ولهذا فهي ليست عملية عقوية بل منظمة ومختفة ومحلية نابعة من القرار المحلي وتعبر عن أولويات وحاجيات محلية تهدف الانتقال من وضع إلى وضع أحسن من سابقه فهناك ما من أجل تحقيق هذه التنمية لابد من تضافر عدة عوامل فمن العوامل التي ساهمت قبل ورد رؤية تنموية لمدينة إبزورن أفكروا بعض منها أولاً انسجام وتماسك المجلس البلدي والإيمان بالعمل الجماعي التشارك يجب أن يكون مفيداً وغنية بأحكار ومتقرحات فاعلة ومضمون بأوضاع التجارة المادية قطاع التجارة يعتبرون في القطاعات الحيوانية التي تقعوا في سلوك العملية المبينة لما تزاهمهم من إنتاج الترواب وخلق ورشهم في شريحة باسعة للسوقات لهذا القطاع التجارة يعتبرون قطاع التنمية ونحفزاً على خلق أكتاب مستقبلية مائدة بالتجارة ومائدة التجارة المنتجية ومتقابلة وكذلك نسجل مع خصوص المدينة باعتبار يوم المرة للعبور وحرق وسطها في مفس العملية التموينية بالإقليم لنظر لتمقبها عبر نحوة طريق مطاليها من جوج وما يمثل هذا الموضوع مغافرة ومادة محفزة النصر تجارة فذلك فقد كان المنشروع مدينة كمزول قطاع الضارب بتغيير معالم المدينة على جميع المستويات وهمت بالأساس البنية التكتية والبنية التجارية منها على مدينة من طرف المهني القطاع بالطبط من طرف جمعية ترجار وحيرة في إمزول التي بدأت تشوق طريقها بجد نحو إثارة جملة من القضايا قضايا التجارة ومشاكل الاقتصاد المحلي ولعل هذا اليوم الدراسي الذي نحن بصدد فعالياته واحدة من الأنشطة التي اعتمدت فيها الجمعية رغم حدثت تأسيسها فعلاً هي جمعية فتية لكن هذا اليوم يبشر أنها ستستقطب وستشتغل على الترويج أكثر وقد توفر فرص واعدة بالنسبة لمطقة إمزول مقاربة إشراك كل المتدخلين والفاعلين في القطاع التجاري وتدبير الشأن المحلي اليوم اختيار جمعية التجار وحيرة في إمزول لتنظيم هذا اليوم الدراسي تحت الشعار من أجل جعل مدينة إمزول قطباً تجارياً نموذجياً كان اختياراً موفقاً للغاية على اعتبار أولاً أن هذا اليوم الدراسي سيبحث بحثور مختلف المتدخلين في القطاع سبول جعل مدينة إمزول قطباً تجارياً نموذجياً بمعنى أن هذا اليوم الدراسي سيستاهم في البحث عن هوية اقتصادية وهذا ما كنت هو أن نشتغل عليه هوية علامة ترابية خاصة بالمدينة سيد باشا مدينة إمزول مثلاً سيد والي الجهان سيد رئيس جمعية الترجار وحيرة في إمزول سيد رئيس المجلس البلدي الإمزول السادة المنتخبون السادة المساء وممثل النصالح الخارجية وممثل القطاع الخاص السادة الممثل المجتمع المدني السادة الممثل وسائل الإعلام السادة القرور الكريم ارتباطاً بالعنوان المختار يعني المداخلة لديها لا يمكن هناك أن نقوم عن أي حاجة مراكز جاء مستدماء دون سياقها المرتبة الأساسة بسياق التأسيس وعندما تحددنا سياق التأسيس فهو مرتبط بشكل أساسي بل وتأسيسي بالرسالة الملكية ليوم 9 نايل 2000 جوج والمتعلقة بإعطاء الإطار القانوني التأسيسي بالمراكز الجيوية الاستدمار وعند السياق كان مرتبطاً كالمواردة في ذات الرسالة بفهم المتجديد هذه السلطة بيجعلها في خدمة الاستدمار وبهدف آخر وهو خلق مخاطب وحيد فيما يتعلق بقضايا السلطة لأنه كان هناك إشكال بوجود أكثر من مخاطب على مستوى هذا القطاع الذي هو قطاع أساسي جداً ومرتبط بتنمية اقتصادية والاجتماعية للمواطنين العموماً والمسلمين بشكل خاص محاسبة لأن تم الفصل بين الأمر بالاستخلاص والقابض المحاسب سنة 1994 تبقى لمبادئ المحاسبة الهمومية وفيما يتعلق بالسلطة من الهراني فإن إدارة التسجيل مكملة تابعة من حيث النخوذ وفيما يتعلق بالسلطة من المحاسبة المحاسبة والحسيمة وفيما يتعلق بالسلطة من المدير جهوية للضرائع والمعظور وبعد الصعيد المركزي في المدير العالمي للضرائع بتادي عدم مزارة المهيلة يعتبر التسجيل إجراء تخضع له المحررات والاتفاقات التي تستوفى لموجه بالضريبة تسمى التسجيل ويترتب على إجراء التسجيل اكتساب الاتفاقات الغرفية تاريخاً ثابتاً كما أنه يثبت تجار خزينة وجوداً محرر وتاريخاً المحررات تخضع على إجراء التسجيل التسجيل إجباري تخضع وجوباً لإجراء وجوبات التسجيل ولو كانت في سمع ما يشبهها من عيب شكلي عدمت القيمة جميع الاتفاقات المكتوبة أو الشفاوية وكيفما كان شكل المحرر نثبت لها غرفياً أو رسمياً يعني توتيقي أو عدلية أو قضائي أو غير قضائي والمتعلق بما يريد تفويتات بين الأحياء بعواض أو بغير عواض مثل البيع أو الهيبة أو المعاوضة لما يخص العقارة المحفظة أو المحفظة والحقوق العيني للواقعة وعقارة مذكورة الملكية أو حق الرقبة أو الانتفاع الواقع على الأصل التجاري أو الزبائي تفويت الحصاص في المجموعة ذاتنا في الاقتصاد والأسوم والحصاص في الشريطات إذا كانت غير قابلة التداول وفق الأعراف تجاريا مدينة إمزون فهموا استيعاب الإشكالات المجالية الاجتماعية والاقتصادية التي تبخذت عنها ثم الوعي بالحاجة الماسة إلى مشروع حراري شمولي ومتكامل ثم التعرف على أبعاد ومستويات هذا المشروع الحراري ثم النقطة الرابعة والأخيرة إدراك طبيعاً تدخل وكرة التجارية بصفاء عنها استراتيجيتها ثم بصفاء خاصة مساهمتها في أي مشروع حراري لجعل مدينة إمزون قطبة تجارياً نموذجياً للمصف هذه الأهداف العرب سأركز على المحوري الأساسيين المحور الأول مرتبط بأهمية بلورة مشروع حراري شمولي ومتكامل من أجل جعل مدينة إمزون قطبة تجارياً نموذجياً وهذا المحور سيكون نوعاً ما علمياً أكاديمياً ثم المحور الثاني وهو المحور سيكون عملياً أحدث فيه طبيعة تدخل ومساهمة وكرة التنمية إجتماعية بالنسبة المحور الأول أهمية بلورة مشروع حراري شمولي ومتكامل يتحدث الباحثون جهوراتيون ومتصاديون ومتخصيصون بالمجرد حراري عموماً وخاصة الفرنسيين كامتر أيدرو في كتابه لكولمي ريجو ناريبا عن النقطة الأكثر منطقية لفهم وتحديد مدينة تكون تاريخية بمعنى أن محاولة تفاهم وتحديد فعالية متحكمة في تلسع مجال مهمة تمكن من الوقوف على خلفية دينامية المجال ومن تقوى من ورع الحال والترجوات المستخدرية التي نحن بصدد الدراستها لكن رغم هذه العناية المولوية نؤكد لكم أن مدينتنا تحتاج مؤازرتكم أنتم أيضاً كلاً حسب اختصاصاته واستطاعته من أجل جعل مدينتنا قطباً حضارياً متميزاً وتكون مدينتنا مثالاً يحتذا به فأستطيعكم بإلقاء بعض الأسئلة التي تعتبر إعاقة لما نطمح إليه نحن في بلدية إمزولان نفتقد إلى مجموعة في المثال إلى فضاءات ومواقف السيارات رغم التهيئة وكذا نفتقد إلى فضاءات ومواقف السيارات وكذلك نقص وانعدام أو انعدام تام للمراحل العمومية نقص في صلاة العرب وما هو التصور العملي الناجع لمعالجة ظاهرة الفراشة سؤال ثاني ماذا أعدت منذوبية التجارة والصناعة لتنشيط القطاع الذي يعرف تراجعاً بسبب انعدام النظام ماذا أعد المجلس الجهوي من أجل مدينة إمزوراً الغارقة في التجارة الغير المنظمة وما هي رؤيتها من أجل إخراج المدينة من هذه المعضلة ماذا يمكن أن يساهم به المجلس الإقليمي من أجل ضبط السومة الكرائية للعقارات التجارية من أجل استيعاب أفا التجارة الغير القارة في الرشاة ما هي تصورات لدى غرفة كان سؤال متروح للغرفة التجارة والصناعة ولكن للأسف غابوا دون ما هي نظرة المركز الجهوي للاستثمار إلى مدينتنا إمزوراً وما أعدته من أجل القطاع التجاري في المدينة بماذا يمكن لمصلحة تسجيل والتبهر أن تفيد التجار في مجال اقتناء العقارات وهل من إمكانية للمساهمة في ضبط سوق السومة الكرائية؟ بماذا يمكن أن تساهم وكال التنمية الاجتماعية من أجل جعل مدينة إمزوراً قطباً تجارياً نموذجياً؟ ماذا؟ صحيح يا الله ممنشكر السكس طبعاً لديه مدامة لك ماذا؟ 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 وعلى هل دراسي الممتاز تحية للممتد السلطن المحنية تحية لرئيس بلدي إمزوراً تحية إلى ممتد المصنع الخارجية وتحية إلى الحضور الكريم لدينا سؤال حول التجارة وحول المدينة يعني باش نطوروا التجارة ونطوروا الناس ونحن نتركوا المشاكل التي تكاتب ونعيشها على مستوى المدينة إمزوراً مثلاً بحال الناس ديال الفراشا باش نتفادوا هد المشاكل خسنا نكونوا أننا يعني نكونوا بحال اليد المعين لهد التجارة مثلاً المشاكل اللي كتخبط مها المدينة إمزوراً أن المشكل ديال المحلة التجارية المحلة التجارية اللي كتتعد للكيادة إحنا المشكل اللي اللي لحطوه في مدينة إمزوراً هو أنه في أخر المطف اللي كنسمعوها كان عروض عروض مثلاً طلبة العروض للمحلة التجارية في أخر المطف يعني إحنا أصلاً كتكون عنا بحال واحد من نتيجة مسبقة أنه الناس ديال التجار الكبار هم اللي قد يستفيدوا من هذه المحلة التجارية لأن العلاج لأن الملكة مهدوعة للتجار الصغار ولا المتوسطين رغم عندهم مبالغ المالية يعني واحد من بلاد كبير باش أنه في أخر المطف يدخل على مثلاً على محل ديال عشرات المليون او ديال 12 مليون او ديال 40 مليون وفي أخر المطف يكريب الشر يكريب واحد 5 سنة او 4 سنة وزيد عليها الضرائف وزيد عليها الموت الضو فأخر ما تفرض يخرج يعني إلا ما كانش نقيس راه لسلمتوا يعني حداش حنا نوصلوا مدينة إمزورة لهاد شي وهد شي وقعت وقعت في المحلة ديال المرشي السوق اليومي وقعت في الحراثيين وراء كانت عارضة ديال ناس قدموها ديال التجار ليستنكروا شنو وقعت يعني السؤال ديالي واش مكينش لإنما أنا عرف أنه غدي يكون الجواب أنه راء كين طلب العروض وكين المساواة شكرا شكرا